مرحبا بكم في الحصة الثالثة من درسي كيف أتعرف الحالة الغازية للمادة ولاحظوا، لاحظوا جيدا هذين الكأسين ماذا يوجد في كل كأس؟ في الكأس الأول لاحظوا يوجد فيه هواء أما في الكأس الثاني فيوجد فيه ماء وهواء أيضا إذن سنتساءل قلنا ماذا يوجد في كل كأس؟ أقترح جوابا قلنا في الكأس الأول يوجد فيه هواء ونكتب يوجد الهواء في الكأس رقم واحد ويوجد الماء والهواء في الكأس الثاني قلنا بأن الكأس الأول لاحظوا هذلك الكأس ليس فارغا يعني هو ما فيه شلمع ولكن فيه الهواء ولكن في الكأس الثاني ماء ملون إضافة إلى الهواء أنجزوا أقوم بالتجربة التالية لإبراز وجود الغاز وأملأ الفراغات بما يناسب التجربة الأولى قد نخذ بريكا واللاحظ ونقوم بالضغط عليها ليخرج الغاز نضغط عليها باش يخرج الغاز يدل تصاعد الفقاعات في الماء على ماذا؟ ثم التجربة الثانية قد نخذ واحد القرعة ثم نقوم بوضعها في الماء بهذه الطريقة يعني الفم ديالها قد نحطه في الماء فكاللاحظة بأن الماء ما قد يشيدخل القرعة لماذا؟ لأن الهواء في داخل القرعة قد يمنع الماء باش يدخل لكن مجرد أننا نميل القرعة لاحظوا بالطريقة هذه فكاللاحظة خروج أو انبعاث فقاعات من داخل القنينة هذه الفقاعة هذه هي الهواء الذي كان بداخل القنينة فبعد أن تتصاعد هذه الفقاعات يعني يخرج الهواء سيحل محله الماء وغيرت عمر القرعة بالماء ثم التجربة الثالثة قام هذا الشخص بالنفخ في الماء عبر أنبوب اخذ هذا الأنبوب وبقى كينفخ في الماء فماذا نلاحظ؟ نلاحظ تصاعد فقاعات من الغاز إذن هذه الفقاعات هو الهواء الذي ينفخ هذا الشخص في هذا الأنبوب فيدل تصاعد الفقاعات في الماء على ماذا؟ إذن هذه الرجعة تجربة الأولى قلنا يدل تصاعد الفقاعات في الماء على وجود ماذا؟ وجود غاز قلنا لأن الولاعة بداخلها غاز ثم التجربة الثانية يدل تصاعد الفقاعات في الماء على وجود هواء تنقلنا وجود الهواء داخل هذه القنينة ثم التجربة الثالثة يدل تصاعد الفقاعات في الماء على وجود هواء داخل الأنبوب أستخلص من خلال ما سبق ماذا يمكننا أن نستخلص؟ فسنستخلص بأن الهواء قلنا الهواء الموجود داخل القنينة وداخل الكأس اللي جي بهما هو جسم غازي غير مرئي ما معنى غير مرئي؟ يعني ما كنشوفوش يحيط بنا يعني أن الهواء كي ضربنا وما كنشوفوش وهو جسم غازي غازي إذن عندنا دوران فوران احتراق دوران إنك تضر فوران فملك نديره مثلا الكينة في الكاس فالكينة تحدث فوران احتراق احتراق نحرقه مثلا ورق نحرقه خشب احتراق الصورة الاولى هذا الطفل يحمل في يده مروحة هوائية من الورق مروحة هوائية من الورق في حين في الصورة واللاع يعني بريكا اما في هذه الصورة مشروب غازي قنينة لمشروب غازي إذن العملية التي تبرز وجود المادة في الحالة الغازية في الصورة الاولى قلنا مروحة هوائية تدور بشكتدور تدور بفعل الهواء إذن دوران دوران المروحة الهوائية من الورق إذن دوران ثم فوران قلنا فوران المشروب الغازي لاحظوا هذه الفقعات كدلوا على الفوران دوران دوران الفقعات ثم احتراق احتراق الغاز احتراق الغاز في الولاعة إذن شعلت النار علش؟ لأن هناك غاز فبالتالي عملية الاحتراق ننتقل إلى المعجم حيز حيز إسپاس غاز غاز مشروب غازي بوصن غازوز دوران دوران بحيز دوران للمروحة الهواء يمن الورق غوتاسيون لا غوتاسيون احتراق احتراق الغاز كومبيستيون احتراق كومبيستيون فوران بيتيمون فقاعة بول فقاعات لبول الفقاعات يدل على الفوران والاحتراق يدل على وجود غاز لأن الولاعة قلنا بداخلها غاز أما دوران المروحة الهوائية من الوراق فشكلك يدورها كدورها الهواء والهواء قلنا جسم غازي غير مرئي يحيط بنا